النصور النيل 2 هي المناورة المصرية السودانية في منطقة مروي السودانية وبحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد اللي وصل إلى السودان ومبارح تكلمه وقال أنه مصير مصر والسودان واحد مصير مصر والسودان مشترك احنا والسودان بلد واحدة احنا والسودان مصالح مشتركة دي نصور الجو نصور النيل اللي هي بالتدريبات الجوية المشتركة زي ما حضركم شايفين وسلاح السعقة وسلاح القوات الجوية وقادي الرئيس أركان حرب القوات المسلحة السودانية بجوار رئيس حرب القوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة في الجيش المصري فريق محمد فريد وعملية تبادل الخطط للتدريبات التدريبات المشتركة على أعلى مستوى ده موجود فين التدريبات دي في السودان فين؟ في منطقة مروي بحضور مين؟ قائد الجيش المصري رئيس أركان القوات المسلحة المصرية مع رئيس أركان القوات المسلحة السودانية بهذا الشكل دي في الأجواء السودانية أهو ده تدريب مشترك مصري سوداني في الأجواء السودانية أهو قدام حضراتكم تدريب بيبدو عليه لكن بيبدو من التدريب من الصور واللقطات اللي أمامنا أن التدريبات جادة تدريبات متقدمة بتستهدف الوصول بالحالة التدريبية إلى مستوى الجاهزية المثالية سواء القوات المسلحة المصرية أو السودانية المشتركة ده موجود التحركات اللي قدام حضراتكم الشكل قدام حضراتكم الطائرات اللي وقفة قدام حضراتكم كل هذه الأنواع من الطائرات والمقاتلات وغيره ده رئيس الأركان بيتكلم في قلب الساحة التدريبية في المنطقة اللي يتم إقامة التدريب فيها إجمالاً ما جرى خلال الفترات الماضية فيما يخص التعاون التدريبي والمنورات بين القوات المسلحة المصرية وبين كل جيوش العالم شفنا تدريبات مع أمريكا ومع روسيا شفنا تدريبات مع اليونان وأبرس شفنا تدريبات مع فرنسا وألمانيا شفنا تدريبات مع الدول أفريقية شفنا تدريبات مع الدول العربية ما بين التدريبات في منطقة الشمالية في قاعدة محمد نجيم في المنطقة الجنوبية في قاعدة برنيس المشتركة الشاملة أو في المناطق خارج مصر زي منطقة البحر الأسود مع الجانب الروسي وفي قبالة السواحل في منطقة قرابة السواحل اليونانية كل دي كانت تدريبات وبالمناسبة معلومة يعني دي معلومة كل التدريبات كل التدريبات طلبة مطلوبة من مصر هم يعني عندنا طلبات لإجراء مناورات معنا يعني بس معرف الناس أنه جيشنا الجيش يعني زي أنا مش عايز أشبه بفريق كرة مية يقولك البرازيل طلب لتلعب معنا ومش عارفين طالب لعب معنا لأن إحنا فريقنا فريق كذا كذا أنا بقول إن الجيش المصري هو المطلوب عليك طلب عالي لإقامة تدريبات ومناورات معهم وفقا ليه آلية معينة يعني وفقا للمصالح التدريبية ووفقا لرؤية القيادة العامة لقوات المسلحة بيتم ترتيب الأوليوات التدريبية